شهد ميدان التحرير صباح اليوم تواجدا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة ومدرعات الجيش حيث تواجدت مدرعة بمدخل شارع طلعة حرب خلف سياج أمني من الأسلاك الشائكة مع السماح بمرور السيارات كما تواجدت أيضا مدرعتان بمدخل ميدان التحرير من ناحية كبري قصر النيل وتم نشر كمية كبيرة من الأسلاك الشائكة وأيضا تواجدت مدرعة واحدة تابعة للجيش من جهة ميدان عبد المنعم رياض وفي نفس السياق تواجد عدد كبير من مدرعات ومصفحات قوات الشرطة أمام المتحف المصري أمام البوابة الرئيسية كما تواجدت عدد من سيارات الأمن المركزي ومصفحتان بميدان سيمون بوليفار يأتي ذلك في ظل دعوات من قبل عدد كبير من القوى السياسية وجماعة الإخوان للخروج بمسيرات إلى مجلس الوزراء وميدان التحرير لإحياء الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء وعلى جانب آخر شهد ميدان التحرير حالة من السيولة المرورية وتواجد كبير من رجال المرور لتسهيل الحركة المرورية فيما شهد محيط مجالس الوزراء والشعب والشورى ووزارة الداخلية تكثيفا أيضا للإجراءات الأمنية وذلك استعدادا لإحياء ذكرى أحداث مجلس الوزراء ونشرت قوات الشرطة العديد من تشكيلات الأمن المركزي بالإضافة للمدرعات بمحيط وزارة الداخلية ومجالس الوزراء والشعب والشورى فضلا عن تمركز ثلاث سيارات إطفاء بالقرب من مقر وزارة الداخلية أيضا شهد ميدان التحرير انتظاما في حركة مرور السيارات وذلك وسط تواجد أمني مكثف حيث تمركزت بضعة آليات عسكرية بمداخل الميدان بالإضافة إلى تواجد قوات من الأمن المركزي مدعومة بمدرعات أمام البوابة الجانبية للمتحف المصري وكذلك بميدان سيمون بوليفار قامت قوات الأمن بتعزيز إجراءاتها الأمنية بمحيط ميدان رابع العدوية في مدينة نصر تحسبا لتظاهرات جماعة الإخوان للمشاركة في إحياء ذكرى أحداث مجلس الوزراء وتمركزت تشكيلان من قوات الأمن المركزي بالقرب من البوابة الرئيسية لمسجد رابع العدوية أيضا تمركزت أربع آليات عسكرية ومدرعات شرطة بشارع الطيران بالقرب من الميدان وتم وضع حواجز الأسلاك الشائكة على جانبي شارع الطيران وبعض الشوارع الجانبية المحيطة بالميدان لاستخدامها في إغلاق الميدان في حل وصول أي من مظاهرات الإخوان وعلى صعيد آخر شهد محيط جامعة الأزهر تكثيفا للإجراءات الأمنية وتمركزت ثلاث مدرعات وسيرتها أمن مركزي بالقرب من بوابة الجامعة المطلة على المدينة الجامعية للطالبات وتلاث مدرعات وتشكيل أمن مركزي أمام قاعة المؤتمرات المواجهة للبوابة الرئيسية للجامعة أيضا شهد محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة توجودا أمنية مكثفا وتمركزت آليتان عسكريتان ببداية شارع المرغني على نفق العروبة وأخرتان بذات الشارع أمام البوابة رقم أربعة للقصر بالإضافة إلى تجهيز حواجز الأسلاك الشائكة بمنتصف شارع المرغني لاستخدامها في إغلاق الشارع في حالة وصول أي من مسيرات الإخوان شكرا